ترجمة نانسي قنقر الذي يرسم البهجة لأهالي البحرين والمقيمين فيها عاما بعد عام تتلأل الأضواء وتشع نورا في شوارع الجنوبية بمناطقها المختلفة بمناسبة عيادنا الوطنية والتي تحرص على أطلاقها بلدية الجنوبية في هذا الوقت من كل عام لتحمل بين طياتها لوحات فنية يتم تشكيلها بالمصابيح الملونة ليستمتع بمشاهدتها الكبار قبل الصغار قامت بلدية المنطقة الجنوبية بتزيين أغلب الشوارع الرئيسية في المنطقة الجنوبية والحمد لله وكل الميادين اللي موجودة كلها مزينة بالإنارة وبطرق جديدة هناك دوار الساعة بوابة مدينة عيسى المناطق اللي موجودة الشوارع أغلبها شارع الزلاق شارع الرفاع شارع ولي العهد شارع الشيخ سلمان مدينة عيسى كلها شارع 16 ديسمبر وهناك حين يعني فيه بعض الأمور الجديدة لأول مرة منها البوابات المضيئة والحلقات المضيئة فإن شاء الله يعني هذه تكون فرحة وبسمة حق كل المواطنين الموجودين في البحرين إن شاء الله والمقيمين ممرات مضيئة تسمح بمرر السيارة من بينها للاستمتاع بأجواء العيد الوطني والذي يرسم البهجة لأهالي البحرين والمقيمين فيها خصوصا وإن هذه الممرات قد تم تصميمها بأسلوب مميز وبطريقة إنسيابية تعبر عن منظر جميل وتسمح لرواد هذه المواقع بتوثيق فرحتهم بالاحتفالات الوطنية بصورة مميزة تحمل بين طياتها لوحات فنية مضيئة احتفالا بالعيد الوطني المجيد قامت بلدية المنطقة الجنوبية بتزيين أغلب الشوارع الرئيسية مثل شارع الزلاق وشارع الرفاع وشارع ولي العهد اللي تميز هالعام تركيب الأشرع المضيئة على امتداد 2 كم ونص كما تم إنشاء منطقة احتفالات على شارع 16 ديسمبر تميزت بتركيب العديد من مجسمات العبارات الوطنية المضيئة وإنشاء ممر البوابات المضيئة اللي تم تركيبها بشكل هندسي متميز على امتداد 100 متر كذلك منطقة مدينة عيسى تزينت بإنشاء السقف المعلق المضيئ والأعلام المضيئة كمصدان دوار الساعة بالأعلام المضيئة من جهاته الأربع هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع ينتظرها المواطنون والمغيمون عاما بعد عام والتي تجدد بداخلهم المشاعر الوطنية شوارع الجنوبية تشعو نورا بعد إشعال الأضواء في كافة الطرق والمدن لتكتسي شوارعها بأجمل حلة وتتزين بإنارة ذات ألوان زهية إذانا ببدء الاحتفال بأعيادنا الوطنية خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين